تسعة وثلاثة وخمسين دقيقة وصلنا لغنية وحكاية غنية وحكاية غنية وحكاية الاختيار متعصفين الفرحات مؤكب للحدث اليوم مؤكب الحدث خلت لكم غنية أمريكية من عز لغاني اللي تسمحها وغنية حلوة يسل وغنية فيها معاني وخاصة اللي كي غنيها ليتشارج هذه غنية ذولت عام 1930 هي جورجيا or my mind تحكي على جورجيا وشنو يصير فيها تعالى من أكثر البلدين اللي وقعت فيها معانيها السيجريغاسون راسيال واليوقع فيها تعذيب الصمر في أمريكا الافريكان امريكان ويسميوهم وكذلك حتى الناتيف امريكان أنا شفت طريق في جورجيا في كولومبوس وين يعيش واحد من أختي معانيها ثم الطريق يسميها طريق الدموع وفيها معانيها كيفاش كانوا يربطوا حتى الناتيف امريكان يربطوهم بس لاسلو عملوا وكذلك الحكاية متاع كونتا كونتي وغيرو غنية هذي خلت عام 1930 معانيها غنيةها هوغي كورن ميكول والكلمة بتاعها استوارت غوريل عملها ثم فيما بعد غنية هذي عاودوا اخذوها النشكل يعني لويسا المسترونج جيري بوليت جيمس براون مايكل بابل ريت شارز توم جونس حتى لجي لي لويس ووسكار باترسون وارتاتوم وغيرو عاودوا اخذوها لكن انا اخترت اللغنية اللي موجودة في فيلم جورجيا وموجودة في فيلم ملايه اللي حكى على ريت شارز طف ريت شارز تولد في جورجيا في ولاية جورجيا في الباني عملت سمية ورابة وثلاثين وميت اعمل فين واربعة وكان ضريل هو صار فيه هو صغير نهار مشي بشي غنية لغنية هذي في لزاني سيكونت في بلادو لكن كيدخل القاعة قالوا له مايحظر وكان البيض لانو وقتها ممنوع على السمر بش يدخل القاعة قالوا مانغنيش تضامنان بينسويلا مع السمر ياخي عاملوا فيه بنعوه تعرف اللي تشارز قاد بمنوع بشي غنية في بلادو وجي عشرين سنة منعوه في ولاية جورجيا بسبب المواقف حتى من بعد وقت جالين دون جونسون وكل شاي وجيت لك سنتيذي ومعناها الغاء والقوانين العنصرية هذيك رغم لما زلت وجود العنصرية توجه الناتف امريكان بيانسور يتسارج كي تشبع أسل تماما وقت يقول تحس بحاجة تحس بوجيعة لانو عبر على الألم عندك هو وعندك مراك كما نينا سيمان وقت يتغاني تقول جورجيا ما يكلي عبصة وتشوف باك الشكل بتاعها وباك الغزرة بتاعها وباك الألم اللي حسدته لانو مناش كيما نقول وما حسو جاملة كان ياسع عليها غناية حلوة ياسر تحكي على العذاب اللي سات في جورجيا وما زالت هي بلاد عذاب لها أنا عندي جوز مناختي عيشوا في جورجيا لحد الآن وعندي ولاد أخوتي يقري وغادي ويعيشوا وغاديك وغيره نعرف المليح جورجيا وبلاد معناها وين تتلفت تشوف فيها بلاد مش جميلة ياسر قريبة لفلوليا لكن فيها معناها وين تتلفت تلقى الألم وتلقى التاريخ غناية هذي حلوة ياسر لجورجيا حبيت من سبت انتخابات الملكية لانو يمشي ومشي كرينتون ومشي أوباما ويمشي جو بايدن كان طلاعا ويمشي هذي تلقى لكن يبقى الفنانين الأمريكان الكبار على غلال بيأسير لي تشارلز في الأغنية هذه على غلال نينا شيمون وعلى غلال بيأسير كتاب جون أبدايك ولا وليام فولكلر ولا معناها كبار الأودابي الثقافة هي ما تبقى عندها ننسى كل شي خليكم مع الغنية حلوية وذي